ما يقارب من الخمسمائة مقيم من الجالية البنجلاديشية من الجنسين بادروا بالتوجه لمراكز وزارة الداخلية في اليوم المخصص لها لاستفادة من القرار الوزاري بالمغادرة إلى بلادهم دون تحمل أي تكاليف وقمت بلادهم كلها تنفيذ تحت رقد بلادهم من الجهد دون تحمل أي تحرير مخصص فإن كانت صحة مدفعا كن المجتمع هذا هو أعطي ذلك الآن سوف نزول ونزول 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 ونفعا ما فيه أكل ما فيه نوم مشكلة واحد تلاتة شهر اربعة شهر ومشكلة واحد أفويقي ألغاء الله كريم ألغاء الله بلد ليش ما فيه إقامة أنا كلام هذا كفيل بانغالي نافور فيه بيسا ما فيه فلوس ولتزال الجالية المخالفة لقانون الإقامة من كافة الجنسيات في البلاد تكشف المستور وتعدد أسباب مخالفاتها لقانون الإقامة وضيعتنا اللوم على بعض الشركات والتجار الإقامات فيما وصل بها الحال واثنية على الحكومة الكويتية بهذه المبادرة الإنسانية هو شغل ماكو هو أقول رو برا شغل شغل قول أنا أنت خلاص أول أنا قلمت قول أنا شغل خلاص أنا أعطي تنازل لأنت رو برا يستقل وذلك هو شغل خلاص أنا أقول أنت شغل خلاص ما شغل أنت وأقول أنا هاي مو كان أعطي أنا كافي لأنت هاي مو كان أعطي لازم رو هناك ما أعطي معاش كافي بعد ما أعطي مقايب ما أعطي حصل أكيل بدون أكيل شغل شغل أستقل كم معاش أنت أول يوم هو أمال أعطي أول مياق أشرة دينار بعدين هو خلاص شغل أعطي تاني نفراد و ستتين سباين دينار بعدين أنا رو ستين دينار مو كافي ما أعطي تاني نفره؟ ما أعطي تاني نفره؟ كانت غريبا أنا رو أنا داخل كويت أوهي سنة خمسة سهرة بعدين أنا قول أنا جيب سيبلاي دي هؤلاء قول بعدين بخرا بخرا لش بخرا بخرا بعدين إنشاء الله لیکي بعد ما في آقاما ما في شغل ما في بحيد ما في اكل أنا رو سفر يقول له يقول لي انحبو الأخضاء البابا تتحسس عن ذلك يقول له تحسس تحسس ما هو قفيل لا يحسس معنا هو قفيل وهذا أنا أنا في مصفح انا إنشاء الله سيكون رجاء الله بعد هذه النهاية ابو فتورا بالرغة لم تكن من الناس اتباع كفيل اذا كان لدينا أمين فعلا من الناس تخدمه المخالفون من الجارية البنجلاديشية هي الجالية الثالثة التي تستقبل وزارة الداخلية طلباتها وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري لاستمح لها بالمغادرة المجانية بعد الانتهاء من استقبال الجاليتين الفلبينية والمصرية مراكز وزارة الداخلية بدأت باستقبال الجالية البنجلاديشية وسط أقبال ضعيف في اليوم الأول أحمد لينزي الراي